السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه ومن ولا حلقة رقم مية تمانية وعربعين اللا حلقة اللا لكفال اللا مائة واربعة وصابع واربعة وثمانتة تكملت قل الله قزوتنا يا الطائف لعلتها واهتهيني ديب عمرة الجعرانة وتأديب بني تميم وهدن فلس ديبالات التهاقي تأديب اللا هم ميتهم اللا هم سلس رأس اللا هم ذكرنا عناوين فقرات تنعيش وتحلقة حجارتها ان شاء الله لكن تكملت لناية نهاية قزوة ديبال حسلات لها قزوة الطائف والطائف المباشرة انها قزوة حنين لعلتها عمرة الجعرانة ولما فلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة القنائم احرم للعمرة وهي عمرة الجعرانة فاعتمرا ثم قفل راجعا الى المدينة أبلاقها لست او ثلاث بقين من ذي القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم حقل قنائم قسمة وادم اللوحر فقل عمرة احرم ومن الجعرانة ولعمرة اللو عمرة الجعرانة السميت النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرا عمرة قلاصة طوافصة عيو كله عمرة قلاصة سك المدينة المنورة بقسة وسلس يوم او كل ايوم تهرفات انده الليا سلس او سلس يوم قل تهرفات انده الليا المدينة المنورة برا صلى الله عليه وسلم لفتر الدباء برضو تأديب ناي بني تميم ودخولهم في الاسلام لك هو تغلق النقرحته في المحرم سنة التسعة نقلت اي نقلت الاخبار الى المدينة بان بني تميم يحرضون القبائل على منع الجزية فارسل اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين فارسا بقيادة ايين بن حسن الفزاري فهجم عليهم في الصحراء فاسر منهم 11 رجلا واحدة وعشرين امرأة وثلاثين سبيا وجاء بهم الى المدينة فجاء عشرة من رؤسائهم وراقبوا في المباهات فخطب خطيبهم عطارد بن حاجب فاجابه الثابت بن قيس ثم انشد شاعرهم الزربقان بن بدر فاجابه حسن بن الثابت فاعترفوا بفضل الخطيب الاسلامي وشاعره فاصلموا فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سباياهم واحسن جائزتهم ديب سنسع هجرية ديب محرم ديب محرم ديب وارح محرم اخبار اسقل المدينة المناورة ماتاهليت لهم بن تميم لقبائل لحروده اللو قل النبي صلى الله عليه وسلم من جزيت يدفعلوا بلهم علو قل من قبائل لديب زمت لعلو وغير مسلمين لعلو والتنبرى لعلو والتأمانة مسلمين وتحمائة مسلمين لعلو جزيت دفع علو والنبي صلى الله عليه وسلم ديبقول لهم خمسين منها فرصان بقيادة عجائي نابن حسن للبهر الفزاري اللي لأكاديوهم صلى الله عليه وسلم والله هجمو ديبهم ديبا صحراء وعسر عسر عسر وراء ناس وعسر وحدة السيد وثلاثة مننا ولاد مننا شباب لنعيش قلهم تابطا منهم وقلهم دانس اوهم المدينة المناورة ماتاهبهم وديب اللي وقت اللي حسر من الرؤساء نايوم مننا سبقاتهم وطوم ماتاو وديب هجيا وديب مفاخرة راقبو وسمعوهم النوم خطيبنا يوم تهاجا اعطارت بن حاجب لبولا على وقريب تهاجا وديب اللي هيني قيس بن الثابت بل سديبو او الثابت بن قيس بل سديبو وحقوهما لشعر لنا يوم الزروقان لبولو بن بدر هدو شعر بيلا وتشعر لنا يوم كمان حسان بن ثابت من المسلمين من الصحابة ردوان الله عليه هتو بل سديبو وهتو اعترفو لخطيبنا يا اسلامكم صلى الله عليه وسلم كاير شاعر لاسلامكم صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمو ما لوم رددي لسبعيان انا يوم كلو لأريل الناس آمنيسوío número لأنسو آمنيسوا ولا سبو والجني تلبيل صديبوهم وكمان اكرم يوم واحسن اليهم صلى الله عليه وسلم حسان بطعما اليوم وسنت وديهم صلى الله عليه وسلم هذه المفلس بن طي وإسلام عدي بن حاتم إلا هيني كهوتا إلا ميتا حتى يعني دي أول كمامة اللي بلا نقرأها وحاربها قيارا بطر دي بكما اللي نقرأ فقرأت لها بينها وقال لها آخرتها إن شاء الله وفي شهر ربيع الآخر سنة تسعة هجرية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 150 رجلا على 150 فرسا ليهدم سنة بن طي المعروف بالفلس وكان مع علي رضي الله عنه راية سوداء ولواء أبيض فشن القار على محل حاتم الطائي المعروف بالجود والكرم فأصاب نعما وشاء وصبيا وفيها سفانة بنت حاتم الطائي فلما جاءوا بها إلى المدينة من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقها بقير فدية وأكرمها وعطاها الراحلة فذهبت إلى الشام وكان أخوها عدي بن حاتم قد هرب إليها فقالت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فعل فعل ما كان أبوك يفعلها ايتيه راقبا أو راهبا فجاء عدي بقير أمان ولا كتاب فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم ما كانه وبين هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل يشكو إليه الفاقة ثم جاء آخر يشكو قد على السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة فلئن طالت بك حياة فلترين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرة ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فد يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه وقد رأى عدي خروج الضعين وحضر في فتح كنوز كسرة هذان الحادثان تأديب بن تميم وهجم فلس أنه هو سنم فلسطي من أهم ما وقع بعد فتح مكة وغزوة حنين وقد وقع أثناء ذلك بعض الأحداث الطفيفة الأخرى ولكن الصراع القائم بين المسلمين والوثنيين كان قد انتهى بعد الفتح بصفة عامة وكاد المسلمون يستريحون من تعب الحروب وعنائها ولكن الذي سجد قبل الفتح بقليل هو اتجاه القوات النصرانية المتمركزة في الشام نحو المسلمين والذي كان من نتائجها معركة مؤتة وكانت هذه القوات متقطرسة جدا لأجل انتصاراتها المتواصلة ضد الفرص ففتحت باب اللقاء الدام بينها وبين المسلمين كان من نتائجه قزوة تبو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بالفلس اللي اللو اه وعلي بنبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم أمريوه لكلفه ورايت الله ورايت الله على طغلوه وقارت شاننا ديبهم هجوم ودا ديب الله كان الله ديب منطقة وقارية ناي حاتمة الطائق المعروف ديب احرم لكرمكم سليولاي على كريم اللي اتمنتقة لنا يدبوتو وديب الله كان الله الهدمو وأنعام بهايمو أرزاق وسبي وأري وبدوح ركبو ومن دون الأريل على السفانة نفسه وردتوك الحاتمة الطائق على الدبون وقال لكل ناس اوه مدينة منورة كمسر مطاو النبي صلى الله عليه وسلم ندل إلا جلا ورد الناس ورد كريم اللي تا أكرمي وراحلتها بايا ومعطانها بايا وكل شيء واسك عدا غيس إدموات لاقيا مبل أي شيء مبل فدين بال أي شيء ونوصو النبي أكرمي وراحلتها بايا كمان وأسك أشام قيسات وديب أشام حوها على عدى لقوله كين هاربع المن النبي صلى الله عليه وسلم كان كمسر مرقة تحيينية تبوله ليت النبي صلى الله عليه وسلم لو وضايو أبو كو على وي وضايو إلاو ألاو ألاوه وقسدوا براقبات قسدوا او برهابات قسدوا فرات قسدوا أو فت قسدوا فقالتو عدي متأتقى النبي صلى الله عليه وسلم من بالأمان من بالكتاب من بالقلمة واسلمة وهتو يعني باك النبي صلى الله عليه وسلم انتو اناس متأة من جوع ومن محقز ومن اكي حال من نشكة ويقمان من نقطع على طريق من ناسب له لشفته وردمتو قلمونه من شكة متأة ويقول لها لا النبي صلى الله عليه وسلم عشك من قبي يا عدي يعني الحيرة اللي هيكها اللي قلت طمعينتو اللي قلت يجيشتو ولا حيات صنيتو اللي قلت رئيتو اللي قلت رئيتو اللي قلت رئيتو والقعبات قلت عطبتو بأمان من بالفرهد وقصت عشك من قبي نباركا من قبي مع مركات مرون لكسراء قلت فتحتو لكنوز كل قلت فتحتو واشكا من قبي اموال وارزاق الاتحاد واروذيه ودواجيه بكرية وفدات وذهب الافاقر منا وللتكبتوا منو قلت حقلتوا منا رزاق ومنا خير ومنا تقاب ولي بيليو وإلا كلنا رأيان اللي نعدي لادعنا رأيان وكمان حضرة اللي فاتوحناي كسرة الحضرة اه حقو معركات اللي حداس اللي حاقو معركة فتح مكة. انتح الياء وحقو حنين والطايف لنا حداس اللي انتن حداس نايبنا تميم ولا هدم نايف والس والاحداس اللي واتقات حاقا قضوط الحنين ده اشياء خفيفة حديث نايش نايش للا حثر علي لكن اكبر مشكلات الحاسلة للم هقوى مسلمين خلاص هذا استقروا واطمأنه وديب جزيرة العرب كلها مهكا منقبي مدينة منقبي لكن قدمها فاتح بي شوية لمعركتنا المؤتر لدقبنا بدير ديب حلقات الحرفات لإنسان لصبر لطابع العلا موقعة مؤتر ديبا ديبا الشامل هلولا نصارى اللهم ديبا فروس مرة لانتصر علوك لانتصار نفضح للحق وقل علو ديبا ددنا يا فروس اللي اقرأ ودقوا لهم على وزيادة لشهوتهم لفتح على ديب حرب وقرور أتيوم ونفسهم بلت عجبا علو وإلا هيني نتائج لنعياء قطرستهم وشوية مثل بعد حد سكل المسلمين يقل لها جموء المسلمين يقل لإزوه اللي فكر قبأو ونتيجتنا إلا قطرست الله ونتيجتنا إلا اللقاء على معركة عباي معركة تبوك لبولا ولا ديب حياة النبي صلى الله عليه وسلم علت وحقوهما ديب الشام معارف بدو حصلة فنقيلهم 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 فنقا مسلمين في أحد القلفة الراشدين اسلح حلقاتناي قزوة تبوكم بطيح دحنوهما نصارح منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة